إن الضربة القوية التي نوجهها للتنظيم الإرهابي حزب الله في لبنان وهو مشروع الأساس للنظام الإيراني هو يؤلم القيادة الإيرانية تلك القيادة التي ارتكبت خطأا فادحا حين هاجمت دولة إسرائيل وأطلقت صواريخ من أراضيها باتجاه مناطق مدنية في مركز وجنوب البلاد ونتيجة لقدراتنا الدفاعية والسلوك المسؤول الذي قام به مواطنون فلا إصابات في الأرواح كانت هناك عدد من الإصابات في مركز البلاد في بعض المواطنين وأيضا إصابات لقواعد العسكرية في نيفاتيم وتيلنوف هذه الدربات لم تصد طائراتنا ولا بقدرة سلاح الجو والقواعد نيفاتيم وتيلنوف لا زالت تعمل كما يجب وبعد ذلك واصلت قواتنا واصل سلاح الجو بشن الهجمات في الشرق الأوسط ولا زالت تشن الهجمات حتى في هذا اللحظة اشتركوا في القناة